تسلم مع لي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعات الدول العربية اليوم أوراق اعتماد سعادة السفير فوزية بنت عبدالله زينل كمندوب دائم لمملكة البحرين لدى جامعة الدول العربية وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة ونقلت سعادة السفير فوزية بنت عبدالله زينل تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية مشيدة بعلاقات التعاون المتميزة بين مملكة البحرين وجامعة الدول العربية وبدور الجامعة الملموس في تعزيز التضامن والتعاون العربي المشترك معربة عن تطلعها لاستكمال مسيرة مندوب مملكة البحرين بما يخدم أهداف وتطلعات الدول العربية نحو تعزيز الأمن والاستقرار والنماء وصون الأمن القومي العربي وتحقيق وحدة الصف والتكامل والوئام بين الأشقاء العرب في مواجهة التحديات والظروف التي تشهدها المنطقة والعالم أجمع من جانبه ثمن معالي السيد أحمد أبو الغيط دور مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا في تفعيل العمل العربي المشترك متمنيا لسعادة السفير فوزية بنت عبدالله زينل دوام التوفيق والسداد في مهام عملها واجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع العربية ومجالات تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ترجمة نانسي قنقر